صباح النور السرور أخصف أرحب بك وأرحب أيضا بجميع الزملاء هناك في الأستوديو كما أرحب بجميع المستمعين والمشاهدين لبرنامج قهوة الصباح الذين يتابعون من تلفزيون سلطنة عمان وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعية أيضا وعبر منصة عين من خارج حدود الوطن ومن داخله أسعد الله صباحكم مشاهدين الأعزاء نطل عليكم من هذه النافذة الصباحية مشاهدين لننقل لكم مختلف المواضيع المتنوعة ولنطلعكم على ما تحقق من إنجازات وتطلعات في هذا الوطن الغالي أحدثك سيف من فندق جراند ميلينيوم من الاجتماع الختامي للإستراتيجية العربية للتراث الثقافي غير المادي هذه المنظمة المعنية بحفظ هذا النوع من التراث والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يستمر هذا الاجتماع اليومين يبدأ اليوم وينتهي غدا يرعى الحفل معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة لا أريد أن أطيل عليكم مشاهدين تشرفني أو تسعدني الأستاذة مريم بن تناصر الخربوشية مدير الدائرة الهوية الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب أهلا وسهلا أستاذة مريم أهلا وسهلا أهلا فيك وأهلا بالجميع المشاهدين أستاذة مريم يعني لو تعطينا نبذة عن هذا الاجتماع وتعرفين ما هو اجتماع الاستراتيجية العربية للتراث الثقافي غير المادي نريد أن نقرب الصورة أكثر للمشاهد الكريم بالنسبة لهذا الاجتماع طبعا تستذيط سلطنة عمان الاجتماع الختامي للاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافي غير المادي طبعا هذا الاجتماع أتى بعد عدة اجتماعات طبعا بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو طبعا هذا يأتي ختاما لجهود الدول العربية من أجل صياغة استراتيجية تهدف لتحقيق طبعا العمل العربي المشترك في مجال صون التراث الثقافي غير المادي طبعا قد أحتاج أني أقرب الصورة للمشاهد الكريم فيما يخص التراث الثقافي غير المادي وماذا نقصد بالتراث الثقافي غير المادي طبعا التراث الثقافي غير المادي هو كل الإبداع البشري الذي أنتقته الثقافة البشرية من عادات وتقاليد وفنون وحرف وطبعا أكلات وحكايات وكل ما هو ثقافي غير مادي وشفهي طبعا جميع هذه تعد عناصر ثقافية ترعاها هذه الاستراتيجية وكذلك ترعاها وتصونها وتحافظ عليها الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي على مستوى منظمة اليونسكو جميل أستاذ مريم طيب ما هي أهم المحاور التي سوف يتم التطرق إليها ومناقشتها في هذا الاجتماع طبعا الاجتماع سيناقش بشكل تفصيلي المحاور الأساسية في هذه الاستراتيجية من أهمها طبعا محور التشريعات والقوانين محور الحفظ والصون والتوثيق كذلك محور خاص بتسجيل عناصر التراث الثقافي في منظمة الدولية طبعا اليونسكو بالإضافة إلى هي آليات التطبيق والخطط التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية الثقافية على مستوى الدول العربية حيث أن الدول العربية باستمرار لديها خطة بأن تقدم ملفات مشتركة للتوثيق على المستوى الدولي كعناصر ثقافية عربية ذات بعد ثقافي مشترك فأيضا كذلك سيكون في ختام هذا الاجتماع بإذن الله إعلان مسقط وهو طبعا يأتي لأول مرة أن يتم صياغة إعلان أو بيان من مسقط فيما يخص لهو التراث الثقافي غير المادي واضح جدا طيب كيف قرأتم الجهود المبذولة من الدول العربية لحفظ هذا النوع من التراث الذي يمكن أن يكون مهمل نوعا ما نرى أن التراث المادي الوسائق المخطوطات التحف الأثرية هذا النوع المهتم به كثيرا كيف كان اهتمام الدول العربية بهذا النوع من التراث؟ بداية طبعا اهتمام الدول العربية سواء كان على مستوها المحلي أو على المستوى الإقليمي يأتي طبعا في البداية من تصديقها على الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي جميع الدول العربية طبعا صادقت على هذه الاتفاقية بالتالي هناك التزام منها بطبعا تنفيذ ما قاء في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الاستفادة من اللي هو التوثيق والاعتراف الدولي بالعناصر الثقافية من خلال تسجيلها في القوائم التمثيلية في منظمة اليونسكو يأتي بعد ذلك طبعا الجهود المبذولة في الملفات العربية المشتركة وكذلك الملفات الخليجية المشتركة طبعا تأتي هذه الملفات كملفات مشتركة للعناصر التي تتشابه أو يتشابه وجودها في الدول العربية على سبيل المثال تم تسجيل ملفين على مستوى عربي وهو ملف النخلة وملف الخط العربي كذلك حيث تشترك جميع الدول العربية في وجود هذا العنصر وفي المحافظة عليه واستدامة وصونة جميل أستاذ مريم شاكرين لك حديثك وتشريفك لنا اليوم جزاكم الله خير شكرا جزيلا إذن مشاهدين الأعزاء وسيف مثل ما استمعنا إلى الأستاذ مريم هذه الجهود المبذولة من منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحفظ هذا النوع من التراث عودة إليك أخي سيف في الأستوديو شكرا شكرا الزميل العزيز فيصل بن عوض الشكيلي شكرا لك على هذه التغطية المميزة وشكرا كذلك أيضا لضيفتك الكريمة وعودة بكم إلى برنامج قهوة الصباح مشاهدين الكرام والانتقال القادم ستكون إلى الزميل سلطان العامري في فقهة أشخاص دول العاقة خلوكم معه شكرا